تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالتشغيل ولجاعة الاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال محور الاجتماع المنظم بنواكشوت من قبل قطاع الوظيفة العمومية والعمل بالتعاون مع ممثلي الهيئة الدولية المعنية بالتشغيل ومتابعة ظروف العمال ليمكن الاجتماع من استعراض التوجه العام للسلطات العمومية في هذا المجال كما تعلمون خمسة رئيسة جمهورية تعهد بخلق مئة ألف عمل لايقة وهذا الشيء مفيد حتى وتحدثنا عن دور المرأة خاصة ما يتعلق سياسة التشغيل كما تعلمون البطالة هي قضية تعاني منها خاصة النساء والأطفال التي سنهم أقل من 25 سنة أيضا تحدثنا عن ما يتعلق كيف تعرفوا نحن العالم كامل عايش تحت وطأت هذا الكوفيد-19 إذن فيما يتعلق السياسة الوطنية للتشغيل لأنها تحيين ولذلك المكتب شغل الدولي إن شاء الله وإذن فيما يتعلق السياسة الوطنية للتشغيل 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 وهو الحوار الاجتماعي المهم حتى في البلد والذي في الحقيقة يدخلهم في صلب اهتمام الحكومة لأن السلم الاجتماعي دائما ساعد في هذا البلد وأن الفرقاء الاجتماعيين يجابلوا فيما بينهم وتحت رئاية الدولة فيها كأنهم يجبروا الحلول المشاكل المطرحة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية سيدة رانيا بخعازي تحدثت خلال الاجتماع عن الانعكاسات السلبية لجائحة كوفيد-19 على أداء القطاعين العام والخاصة في العالم خاصة لدى بعض الدول العربية وهو ما يفرض تكاتف جهود الجميع من أجل الحد من تلك التأثيرات في الوسط العمالي متاهدة بدعم السلطات العمومية في هذا الخصوص مداخلات المشاركين في هذا الاجتماع توزعت حول طرح التصورات والآراء والحلول المناسبة في وجه الصعوبات الملاحظة وزير التشغيل والتكوين المهني وزير الوظيفة العمومية والعمل وكالة سيد الطالب بلسيد أحمد رد على مختلف الاستفسارات والإشكالات المطروحة حسب التوجهات العمومية والبرامج المقررة لتطوير منظومة التشغيل في بلادنا